أنه في القصر الرئاسي مستشار في قصر قارتاج أعطاه الموافقة أنه يقوم بالتغطية وهو يعرف هويته يعرفه ويعطاه تعليمات لغرفة العمليات بإطلاق سراحه لأنه ضبطة وهو بصدد تصوير أجزاء مزارة داخلية فتحرى معاه ضابط تابع الأمن السياحي واستشار غرفة العمليات فقيل له أنه صدر الأمر بإخلاء سبيله في حين أنه القضاء متعهد بالموضوع كان الموضوع يقتضي من ناحية الإجرائية أنه لما وقع ضبطه يحال على القاضي المتعهد على الأقل بلكشي عنده فكرة على العملية موكيل الجمهورية يعلموه وموكيل الجمهورية يحال على القضاء لأنه مفتوح هو ضبط يوم ثمانتاش وتحقيق تعهد يوم ثمانتاش بل بعد بيومين ضبط معناها المفروض كل ما هو إداري ومن هو سياسي لا يتدخل في الموضوع يعني اختصاص مطلق للقضاء ولكن واقع هنا تواطئ كبير في الإذن بأعطاء الأوامر بتسريحه وهو طبعا حتى حلوله في البلاد دماء وصل تخل نزل لأفريكا جاب باسبور ألماني العون خاطبوا بالألمانية قالوا لا ما نعرفش الألمانية وفي الباسبور كاتب لي معنا منصوص على أنه قادم من تل أبيب عبر روما فهو توجه العون هذي توجه للشرطة ولكن مثلا ما حد تتحرك يعني يعني يبدو كان يتمتع عاون استقبال ولا عاون أمني عاون نزل في الاستقبال خاطبوا بالألمانية قالوا ما نعرفش لأنه وزور الباسبور يلقىها ألمانية هذا فيما يتعلق بالصحفية بالصحفية بالنسبة للموضوع الخطير جدا هو أنه هناك ناظر أمن تابع فرقة الرشيات في القروان هو الذي يعني كان مشارك في صورة مباشرة أولا مشارك فيش في حجز النزل للقتلة ثم تأمين الطريق لهم ناظر أمن تونسي تابع فرقة الإرشيات في القيروان كان مشاركا مشاركا مباشرة حجز المجموعة هذوما الكيدون فرقة كيدون اللي اغتالت هذوما البسنين اثنين بوسنين هما في الأخر زوز بالباسبور بوسني بوسني هما اللي قاموا بالإطلاق النار تنفيذ لغتيال تنفيذ لغتيال يعني ما نحجز لهم عشيد قدومهم لتنفيذ لغتيال ولا حجز قبل الفرقة الأولى اللي جيت للاستطلاع اللي دخلت عن تاريخ البودة يوم 14 وتنفيذ كان يوم 15 في نزل القصبة في القروان ثم هما انتقلوا للأسفاقس بش يستطلعوا المكان وعادوا يوم 15 لتنفيذ العملية مباشرة هو أمن لهم الطريق لأنه يعرف وين الحراسة الموجودة فأنا مرحلة من الطريق ورجعوا عن طريق القروان يعني نفس ما مشوش الطريق السريع الطريق السريع في الكاميرا وكل فون ومخذوه بربي بعد الاغتيال سير أوف حسب الملف المجموعة العملياتية اللي أطلقت النار من صفيقس رجعت خرجت من تونس منين حق الويد ومن حدوش نصف تليل تقريبا حدوش رجع في بطول عادي بتاعنا متع السفر ومن حدوش نصف تليل جنوة جوا من السفينة التي تأمن جنوة تونس ورجعوا روحوا في نهارتها لحدوش نصف تليل في نفس السفينة في نفس السفينة عبر حق الويد والسيد الناظر هذية الأمن وتابع الإرشاد في القروان هو اللي أمن لهم طريق حتى العودة طبعا المكان اللي فيه حراسة ولا فيه مراقبة أمنية كل هو ينبههم ممتع سيد هذا موقف سيراوف هذا لا شنين لي لا موقفوش هذا المشكلة المشكلة الكبيرة هو أنه متوقفش سامحني سيراوف لدي كيفش عرفت بالضبط معنا بحثه وقال لكلم هذا ولا الأبحاث تقول هذا لا لا عندي تقرير سري مطلق من وزارة الداخلية يتحث عن موضوع هذا معناه سواء فرقة مصلحة مصلحة اللي يسميهم المشتركة مصلحة مشتركة دي فيها الاستعلامات واستعلامات هي لي كدبا التقرير وطالبة يحطوا على مدد الشرف ليس من أجل يعني العمالة لفاية الموساد ولكن لمخرط المنحرفين لأنه منسوب لذلك سريقة ذهب محجوز ومنسوب له يعني خدمات بالفلوس نتصور نتصور لا هم يقولوا أنه كان يلتقي بعوان الموساد خرج البلد وعبر تطبيقات هذا الواتساب والسيناء هذا في التقرير السري اللي موجود عند الإخيرية في التقرير السري هذي معطيات كلها وبتقوليش سيد بازال مباشر احنا آخر ما سمعنا أنه نقلوه المستير مباشر مباشر